وخير طبعا ما تنسوا تشتركوا سبينا بالقناة ويتفعلوا لها الجرس عشان يصلكوا كل جديد سوسو بتعمل طبعا شوفوا بدلع نفسي مش لقيا حد يدلعني طبعا ما اشتركش بالقناة يشترك ويفعل الجرس عشان يصلكوا كل جديد انا بعملوا المشترك ما ينساش اللايك لسوسو اللايك يا حبايبي وكمنت حلو منكم طبعا انا كنت بالسوق عادة لما انزل السوق بحب اصور ووريكم الحاجات الحلوة وبمصر عجبني هذا المحل وانت لازم اصور ووريكم الحاجات الحلوة طبعا احنا استأذنا من الراجل وقلم تكرم عيونكو ادخلوا صوروا اللي انتوا عايزينه دخلت وصورت عنده حاجات حلوة كتير 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 تلفت النظر عنده نجف جميل النجف هو عندنا في لبنان بنسميه ترية النجف هي الترية وعنده براويز عنده آيات كرآنية عنده ساعات عنده كل كل حاجة عنده هتشوفوا معاي الوقت طبعا اللي وصل معاي لهون ما ينسى اللايك لسوسو اللايك حبايب قلبي طبعا هون انا حابت اصور لكم الحاجات الحلوة يعني شي روعة روعة والله عادة انا بصور برضك الادوات المنزلية بس لفت نظري هيدا المحل وحبت اصور طبعا هنا مرايات وبرويز وحاجات حلوة كتير وآيات كرآنية وساعات طبعا وانا بصور مبينة بالمرايا ما خدتش بالي وانتي كات وحملات كل حاجة كل حاجة موجودة فيه وانا عارفة بتحبوا الحاجات دي عشان هيك صورتلكوا كتير ناس بتطلب مني ان لما نزل السوق اصور لهم الحاجات الحلوة لبمصر هنا الله مصلى على سيدنا محمد الله واسم الرسول عليه الصلاة والسلام حاجات حلوة قوة قوة كتير عجبتني عليه افضل الصلاة والسلام لا إله إلا الله يعني كلها حاجات حلوة والله شوفوا بمصر تعجبني الحاجات كتير كتير طبعا هنا الساعات والله اني معرفش الاسماء كل يوم يطلع اسماء جديدة للحاجة بعدش بعرفها كل يوم بيسموا اسماء غريبة خلينا احنا زي ما نعرف اللي وصل معي لهن ينسى اللايك لسوسو كله دي اللي عم بصوره نجف أو ثريات لسه 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 في حاجات حلوة احنا لسه في البداية خليكم معاي واعتروحوا في أي حتة ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب أنا راجل صاحب المحل إنسان محترم جدا وراجل متبين جدا ما استحملش الكلمة ساعة ما قلت له بدي أصور قال لي كل المحل على حسابك والله وسبنا بالمحل وخرج برة ربنا يرزقه يا رب ما شاء الله كل هاي تمثيل جميلة قوي احصنوا فيولا طبعا هنا العريس والعروس طبعا أنا ومتحت وانتي كات عجبكوا قلولي اي رأيكو ما عجبكوش قلولي اي رأيكو برضو ان شاء الله هنا كمان الورود طبعا والورود اصطناعي مش طبيعي دي لزينة وهي دي حاجات للشمع مثلا تحط الشمع عليها حاجات حلوة قوي قوي مركزات نبعرف انه فيديو مش قوي كتير بس يلا يغير الواحد هنطبخ شوية مش كله طبخ طبخ كل الحاجات حلوة ان شاء الله شكل الساعة حلو كتير شوفو ما احلا طبعا برج ايفيل منور الدنيا وابجرات كتير حلوة عنده الابجرات لكن هون يا حبيبي بكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى تكون نالت اعجابكم لو اعجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك لسوسوا وكمنت حلو منكم باي باي